البيانات لم تكتفي عبارة شدد عليها منذوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله السعدي في كلمته خلال الجلسة الأخيرة لمجلس الأمن حول اليمن العبارة التي خاطب بها ممثل الحكومة اليمنية المجتمع الدولي كررها ويكررها ناشطون في وجه الحكومة اليمنية ذاتها فالبيانات لم تعد تكفي لمواجهة إجرام الميليشيات واستجداء الضغط من المجتمع الدولي لن يضيف جديدا أو يحدث فارقا يوقف المخطط الإيراني تأكيد منذوب اليمن على تمسك المجلس الرئاسي بخيار السلام ودعم الجهود الأممية تأكيد أكد كثيرون أنه بات من المسلمات في الخطابات الرسمية لكن المؤكد أيضا أن السلام لا يحدث إلا بين الطرفين يرغبان فيه أو يضطر أحدهما إليه أم حين يكون أحد الأطراف يتنفس البارود ويعيش على الحرب ويموت إن ابتعد عنها فإن الحديث عن السلام معه دون إجباره عليه يغدو تخديرا للضحايا وهدية مجانية للمجرمين الذين يرون في فترات الحديث عن السلام فرصة للاستعداد لمجازر أكثر وحشية من كل ما سبق في جحيم الحرب دعوة مندوب اليمن المجتمع الدولي لتقديم الدعم الساخي لخطة الاستجابة الإنسانية في اليمن للعام 2023 وبقدر ما تمثل واجبا ملحا لا بد من التطرق له إلا أن الخطورة تكمن في التوقف عنده فالاستجابة الإنسانية علاج مؤقت لا حلا دائما والذهب بعيدا عن إيجاد حلول جذرية نحو الدوران حول الحلول المؤقتة والترقيع والاكتفاء بها يسهم في تمدد الورم القاتل والورم السرطاني سيظل يتمدد ما بقي التدخل الإيراني وبذون حلول جذرية تنهي التدخلات الإيرانية ستصب كل الحلول المقدمة في صالح تقدم إيران نحو هدفها في السيطرة على المنطقة وذلك منطق يوجب التوقف عن الدوران في فلاك البيانات والذهاب جديا نحو أرضية التحركات وبدون هكذا معادلة توجبها المعطيات ستسفك ميليشيا إيران مزيدا من الدم وتستعرض إرهابها على المدن والموانئ والبحار والممرات ترجمة نانسي قنقر